الحصاد من قناة الفلوج وقادة الإقليم يدعون لحكومة تراعي مصلحة كل العراقين المدن المحررة تستبشر خيراً بالمرحلة المقبلة الوقت حان لإنهاء صفحة النزوح وتعويض المتضررين ترحيب دولي واسع بتكليف السوداني والأمم المتحدة تعلق نأمل بمعالجة عاجلة لقائمة طويلة من الملفات البطالة والفقر يفتكان بسكان الأهوار والمراصد توثق هجرة ثلاثة ألاف شخص من قصب الشبايش من جديد مرحباً بكم والبداية من آخر التطورات السياسية في البلاد اذ تعهد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب نعم وأعرب رشيد في تغريدة له على تويتر عن شكره لأعضاء مجلس النواب وكل القوى السياسية لمنحه الثقة وانتخابه رئيساً للجمهورية مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد عن التمييز والتفرقة وأنه سيكون رئيساً لجميع العراقيين بدون تمييز هذا وأكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السودانية كدان تصدي لهذه المسئولية العظيمة ومواصلة خدمة الشعب من دواع الفخر معلناً استعداده التام لتعاون مع جميع القوى السياسية سواء الممثلة في مجلس النواب أو الموجودة في الفضاء الوطني من أجل الشعب من دواع الفخر أن نتصدى لهذه المسئولية العظيمة ونواصل خدمة شعبنا وأداء واجبنا وسداد ما في أعناقنا من دين للعراقي وشعبه الأبي أتقدم بالشكر الجزيل للقوى السياسية على دعمها الواسع في منحنا الثقة لتولي مسئولية تشكيل الحكومة الجديدة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ العراق والتحولات التي يشهدها العالم وأن ثقة كبيرة بالله والشعب وقواه السياسية بهزم الصعوبات وتجاوز التحديات نعلن عن استعدادنا التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية سواء الممثلة في مجلس النواب أو الماثلة في الفضاء الوطني فالمسئولية تضامنية يتحملها الجميع من قوى سياسية ومنظمات مهنية وقطاعية ونخب وكفاءات وقادة رأي وعلن السؤداني خلال كلمته التي وجهها للشعب عن رغبة جادة في فتح باب الحوار الحقيقي والهدف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء الشعب وتخفيف معاناته متعهدا في الوقت نفسه بمذل قصارى جهده في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها من خلال تآزل القوى السياسية بترشح شخصيات كفؤة ومهنية ونزيها قادرة على إنجاز مسؤولياتها أعلن الرغبة الجادة في فتح باب الحوار الحقيقي والهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة أبناء شعبنا وتخفيف معاناته بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذل فرقة وشطب خطاب الكراهية سأبدل قصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها من خلال تآزل القوى السياسية بترشيح شخصيات كفؤة ومهنية ونزيها قادرة على إنجاز مسؤولياتها فانتظار شعبنا لهذه اللحظة المهمة قد طال كثيرا وعد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بالعمل وفق الدستوري في تمتين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وأيضا فك الخلافات والمسائل العالقة حتى اللحظة كما أكد سعيه لإجراء انتخابات محلية ونيابية في أجواء حرة ونزيها وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن جميع المتنفسين التزامنا بالعمل على وفق الدستور في تمتين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفك الخلافات والمسائل العالقة منذ أمد بعيد فنحن العراقيين جميعا نأمل بحياة تليق بنا وبحضارتنا في ظل عراق موحد ومستقر سنسعى لإجراء انتخابات محلية ونيابية في أجواء حرة ونزيها وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين وشدد السوداني على ضرورة استرداد هيبة الدولة وفرض احترام القانون وإيقاف نزيف التدهور والانفلات بجميع مسمياته وأشكاله موجها في الوقت نفسه رسالة إلى دول الجوار أكد فيها الرغبة بالتعاون والتفاهم والتنسيق وفق رؤية وطنية مستقلة قائمة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة لقد آن الأوان لاسترداد هيبة الدولة وفرض احترام القانون وإيقاف نزيف التدهور والانفلات بجميع مسمياته وأشكاله والانتصار لقيم المجتمع العراقي الأصيلة فالدولة هي صاحبة الحق الشرعي في نشر الأمن وبسط القانون لخلق بيئة آمنة للشركات الاستثمارية والبعثات الدبلوماسية إن رسالتنا إلى الدول الشقيقة والصديقة رسالة تعاون وتفاهم وتنسيق تنبثق من رؤية وطنية مستقلة قائمة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة بعد فك الانسداد السياسي باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء تنقلب ساعة رملية أخرى ضمن التوقيتات الدستورية لتقديم مرشح الكتلة الأكبر تشكيلته الوزرية خلال مدة نقصها ثلاثين يوما التفاصيل كلها في سياق هذا التقرير مع تسليم البرلمان مفتاح قصر السلام إلى مرشح التسوية الكردي لرئاسة الجمهورية عبداللطيف رشيد ومع وضع كتاب التكليف على راحة يد السوداني أزدل الستار عن فصل طويل من الانسداد السياسي الذي عقب مخرجات انتخابات تشرين لتنقلب ساعة رملية أخرى ضمن التوقيتات الدستورية لتقديم مرشح الكتلة الأكبر تشكيلته الوزرية خلال مدة نقصها ثلاثون يوما إن رؤيتنا واضحة مهمة لا تخلو من التحديات والانعطافات حتى تعبيد الطريق من جديد والقدوم بحقائب وزارية وفق مبدأ التوافق إلى المجلس النجابي أعتقد أن الكابينة قد تكون جاهزة هناك قد تكون اتفاق ما بين الأطراف على تشكيل حكومة والأسماء جاهزة ولكن هل بإمكانه سيد محمد الشيع رغم خبرته الوظيفية والحكومية والمهنية في أكثر من المزارة هل يستطيع أن ينفذ برنامج الحكومي؟ أعتقد عليه قبل أن يبدأ بتشكيل حكومة أن يعالج هذه المسألة بالحوار مع الكتل المختلفة وبالتالي تشكيل حكومة قادرة على تغيير واقع المجتمع العراقي ماراثون سياسي تجري أحداثه للمرة الأولى بعيدا عن اشتراك التيار الصدري إحدى أبرز القوى الفاعلة في المشهد السياسي والذي أبدأ زعيمه اعتراضا على ألية تشكيل الحكومة شعبيا وسياسيا مما يجعل السودان أمام تحدي في إعادة مد جسور الثقة مع الشارع الذي ينظر بعين الترقب والتأمل لحكومة تحمل شعار الإنجاز لملفات الخدمات والأمن والاقتصاد كانت رسالة محمد وأطلق عليه حكومة إنجاز أي حكومة خدمات أول الأولويات على الرئيس المكلف هو حل أزمة العطالة وأزمة الكهرباء وأزمة ملف المياه نأمل من هذه الحكومة أن نتحقق إنجازات للمجتمع العراقي لا سيما أن المجتمع اليوم متضرر مضى عليها دعا الشهر هو بدون موازنة بدون مشاريع كهرباء ماكو مشاريع خدمية تنمية مستدامة كلها متوافقة متوقفة والتعليم والصحة منتهية ووفقا لمصادر السياسية رفعة داخل قوى الإطار التنسيقي فإن السوداني سيبدأ حراكه السياسي للتفاهم على صيغة الحكومة الجديدة وعدد حقائبه الوزارية وإلى جانب ذلك يدخل عامل الوقت في تحدي بجانب خطوات التكليفة متمثلا باستئناف تشريع قوانين ينتظرها الشارع مثل الموازنة والتي ترتبط بمصير الحكومة القادمة على الحديد بغداد قناة الفلوجة وللمزيد ينضم إلينا عضو اتلاف دولة القانون السيد عادل المانع أهلا بك ضيفي الكريم إذن يجري الحديث حاليا عن اجتماع في منزل العامري بحضور الوزير المكلف محمد الشياع السوداني هل من مستجد فحوى هذا الاجتماع سيد المانع بذن تحياتي لك ستاسماء ولمشاهدي قناة الفلوجة أينما كان هذا الاجتماع يعني أهمية تتأتى بعد جلسة يوم أمس التي أعلن فيها سيد عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية وكلف سيد السوداني بإعداد الوزارة القادمة الحكومة القادمة إن شاء الله بما لا يقبل الشك أنه هو لتدارس المنهاج الحكومي الذي سيعرض على مجلس النواب العراقي خلال أيام معدودة وبالتالي تدارس جميع الإشكاليات التي من المحتمل أن بالتوافق السياسي تكون قد مضت ولهذا أتصور أنه يعني هناك قطعنا شوطا كبيرا منذ إعلان الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني مكلفا مرشحا عفوا من قبلهم كان حراك سياسي ماضي على قدم وساق ولهذا أتصور أنه حتى حكومة السوداني اللي دستوريا يمهل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم أتصور أنها ستبصر النور خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من عشرة أيام طيب على ما يبدو أن السوداني تم اختياره وضبط الأمور منذ شهور عدة مثل ما تحدث طيب ملامح الحكومة المقبلة لو تحدثنا سيدة المانع عنها ربما عدد الوزارات وهل من وزارات ربما مستحدثة الوزاراء المعتمدين على أي أساس يتم الاختيار أو على أي أساس تم اختيارهم والله يا سيدة الفاضلة الوزارات وفق المعلومات المتوفرة إنه 22 وزارة 4 للكرد و10 ستة للسنة و12 وزارة للشيعة للإطار والتيار اللي لو رغب في أن يكون مشاركا بالحكومة طبعا لا تزال حوارات أيضا حثيثة مع التيار لدفعه للمشاركة وإن لم يكن مشاركا في الحكومة نحترم رأيه ولكن هو مشارك واحد من المشاركين الأساسيين في صناعة القرار السياسي هذا بالنسبة إلى عدد الوزارات أما قضية الوزراء ومنهم لغاية الآن لم يعلن ولم يفصح عنهم ولكن السوداني باجتماع السابق قبل حوالي عشرة أيام أو ما يزيد قليلا مع كل الكتل السياسية الكردية والسنية وحتى الشيعية اشترط عليهم على أن تمضي الحكومة وفق تقديراته للوزير وأداء الوزير وله الحق في إبدال الوزير وعدم يعني طلب منهم عدم تبني الكتلة السياسية الوزير هذا ما كان في الحكومات السابقة في الحكومات السابقة كان الوزير يتكي على متكة الكتلة السياسية فبالتالي يكون مقام رئيس الوزراء ضعيف لا يقدر يحاسبه لا يقدر ينحيله لا لا إلى آخره وبالتالي هذه قد تكون نافذة من نوافذ أن تكون الحكومة القادمة يعني أكثر قوة من سابقاتها وما عرض السيد يعني الشيع السوداني من برنامج حكومي مقتضف في كلمته اللي اطرقتم لها جنابكم في بداية نشرة الأخبار يعني خير دليل وشاهد أنه هناك إرادة حقيقية للمضي إلى ضفة الأمان طيب بالعودة ربما إلى الحوارات التي ينوي فتحها السوداني مع باقي القوى السياسية ومن بينهم صدريين الغير الموجودين في البرلمان تفاصيل الخطوة خطوة الحوار وهل من إشارات ربما من قبل صدريين خصوصا أننا لم نسجل أي ردة فعل أو تصريح على الأقل حول آخر المستجدات وهذه هي مجرد هذه النقطة لأسرتها جنابك يعني وهذا منتهى الذكاء أنه مجرد أنه هناك عدم يعني ردة فعل متوقعة من التيار معظم الناس في الشارع المتابعين وكانوا يعني يتوقعون أنه هناك ردة فعل من عدم رضا للتيار بإعلان هذا التكليف وهذا الترشيح يعني الهدوء الذي تحلى به التيار وإن يكون هو ناتج من نتاج الحكمة ولكن هو أيضا برؤية أخرى هو ناتج من نتاج الحوار السياسي يعني مع الشركاء السابقين سواء كانوا السيادة بزعامة السيد الحلبوسي أو الديمقراطي الكولستاني بزعامة السيد مسعود برزاني هؤلاء مؤثرين على السيد الصدور وهناك تراضي أنا أعتقد هناك تراضي سياسي في هذا المقام إلى أجل غير مسمع لأنه النقطة التي تكون مثار جدل في الأيام القادمة أو مثار حديث هي أنه هل أن هذه عمر الحكومة حكومة محمد الشاع السوداني يعني إذا قدر لها أن تمنح الثقة داخل البرلمان في الأيام القادمة هل ستكون حكومة مؤقتة أم حكومة مفتوحة الأجل لثلاث سنوات قادمة هذا الأمر لم يحسم لغاية الآن بين الكتل السياسية ولم تتبين ملامحها ولكن عندما نشرع أو يشرع البرلمان العراقي بإعادة صياغة قانون الانتخابات أو إجراء تشريع قانون جديد حينها سيكون هناك ملامح أو مؤشرات على الفترة الزمنية التي ستقطعها حكومة محمد الشاع السوداني ضيفي الكريم عضو اتلاف دولة القانون سيد عادل المانع شكرا جزيلا لك نبقى سياسيا حيث دعا رئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي القيادات السياسية في البلاد إلى بذل أقصى الجهود للإسراع في تشكيل حكومة خدمية توفر حياة حرة كريمة لأبناء الشعب وتحقق الأمن والاستقرار في عموم البلاد نعم ودعا المالكي خلال تهنئته بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف رئيس للوزراء إلى الانطلاق نحو تحمل المسئوليات عبر حكومة خدمية بدوره هنأ رئيس تحالف الفتحادي العامري باستكمال الاستحقاقات الدستورية مباركا انتخاب رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد وتكليف محمد شيئا السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وعبر العامري في بيان عن أمله في أن يتعاون الجميع مع رئيس الوزراء المكلف لاستكمال كابيناته واختيار وزرائه على أسس مهنية تضع خدمة العراق على أولوياتها فضلا عن فتح آفاق التعاون بين مختلف القوى بما يحقق تغييرا إيجابيا يسهم في تجاوز كل الأزمات وحالات الفساد والفوضى السابقة من جانبه هنأ رئيس وقليم كردستان جيرفان بارزاني محمد الشيع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة نعم عبدالرحمن وعرب بارزاني في تغريدة له على تويتر عن أمله في أن تتوحد جهود الجميع من أجل تجاوز التحديات وأيضا ضمان الاستقرار الذي يستحقه الشعب العراقي بكافة يطيافه داعيا الكتال السياسية إلى التكاتف لتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد بدوره يكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يكد أن من واجب الحكومة الجديدة العمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة وأيضا الدفاع عن حقوق كل المكونات وأبدأ بارزاني خلال اتصال هاتفين مع رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني دعم الإقليم التام لحكومة جديدة شاملة تعمل على تعزيز الثقة بين أربيل وبغداد لافتا إلى ضرورة أن تؤدي مهمتها بروح الشراكة الحقيقية وتستعيد ثقة الشعب بعد شد وجذب استمر نحو عام كامل رحبت الأوساط الشعبية في إقليم كردستان بحسم انتخاب رئيس جديد للجمهورية مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤسس لمرحلة تفاهم جديدة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم رحبت الأوساط الشعبية في إقليم كردستان بتفتيت سخرة قصر السلام وحسب انتخاب رئيس جديد للجمهورية مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤسس لمرحلة تفاهم جديدة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم طبعا وتشكيل الحكومة في هذا الشيء زين بهذا الظرف يعني بعد سنة لو بعد شهرين متأخر بتشكيل الحكومة كان طبعا بمثالات رات رواتب ماكو فدمر سياسية وأملنا بإن شاء الله يكون حكومة جيدة مبدأنا نحن مرتاحين يعني إن شاء الله على تشكيل الحكومة جديدة ومرتاحين إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله خير القادم إن شاء الله للبلد ونعبر هاي الأزمات اللي مرت بيها من تقريبا قبل سنة يتشي لا حكومة لا شيء قناعة النواب كانت هي الفيصل في اختيار القيادي في الاتحاد الوطني عبداللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية لما يتمتع به الأخير من حضور سياسي مهم هذا ما أكده الحزب الديمقراطي الكردستان هذه العقدة لم تبقي الحجج أمام كل من كان يتهم أقليم كردستان والأحزاب الكردستانية بأنها تشكل عقدة في طريق تشكيل الحكومة هذا هو رئيس الجمهورية تم اختيار وهو سمى مرشح تشكيل الحكومة لنرى ما الذي سيفعله هذا ودعت الأوساط السياسية في كردستان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتجاوز كل الإخفاقات السابقة بتصحيح المسار الحكومي الآن الكرة في ملعب الإطار التنسيقي ومرشح الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة وإعطاء كل الأطراف السياسية التي شاركت في إنجلسة انتخاب رئيس الجمهوري اليوم ومن ثم تكليف رئيس الوزراء أن تأخذ حصتها المضمونة من خلال الاتفاقيات وتعد أزمة رئيس الجمهورية التي حسمت بالبرلمان أطول أزمة سياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان ويرى كثيرون أن حلها سيسهم في ترتيب الأجواء بكردستان قبيل إجراء الانتخابات المحلية ارتياح رسمي وشعبي شديد بانتخاب الرئيس الجديد عبداللطيف رشيد والإطاحة بخصمه العنيد لتبدأ مرحلة جديدة من الحوارات والتفاهمات بتشكيل حكومة قوية بكل تأكيد بشير الحسن قناة الفلوجة أربيا للمزيد ينضم معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيل مرحبا بحضرتك سيد علي بداية حسم رئيس الجمهورية برأيك هل هو انتصار لليكتي كما يروج أم هو انتصار للبارتي أيضا كما يروج أم حل وسط بين الاثنين تحية لك سيد عبدالرحمن ولمشاهدين قناتكم المواقرة أينما كانوا بالحقيقة هو اختيار السيد عبداللطيف رشيد انتصار لإرادة الشعب الكردي وإرادة الشعب العراقي على من حاولوا أن يفرضوا اسما معينا بالضد من إرادة جميع الأطراف السياسية بالحقيقة أنا اعتبر انتصار للبارتي وليكتي معا لأنه هو عضو قيادي في الحزب في التحاد الوطني الكردستاني وأيضا جاء موافقا وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا ندل على شيء يدل بأنه جميع الأطراف يجب أن تكون راضية بهذه القسمة وتعكس إرادة الشعب الكردي كما أسلت وإرادة الشعب العراقي وأنا تمنى له الموافقية في هذه المرحلة العصيبة ويعني نحن على اعتاب مرحلة جديدة ومفصلية في تاريخ العراق والعملية السياسية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب من تصد لهذه المهمة في هذا الوقت العصيب أن يكونوا بمستوى هذا التحدي في هذه الفترة المقبلة طيب هناك انتظار حتى هذه اللحظة للاستحقاق الانتخابي هذه هي المهمة المقبلة لرئيس الوزراء وللقوى السياسية كلها كيف سوف يتم توزيع الحقائب الوزارات الاستحقاق الانتخابي شكله المقبل أستاذ عبد الرحمن أنا بوجهة نظري هذه الحكومة هي توافقية لكن ليس توافقية كالتوافقيات السابقة عندما كانوا يتوافقون على تقاسم المغانم هذه التوافق على خدمة الشعب العراقي والتوافق على بناء البلد وإدارة الدولة بشكل يليق بدولة كالعراق والمواطن كمواطن العراقي بالحقيقة اليوم الطبقة السياسية برمتها وخصوصا المشاركين في العملية السياسية هم أمام تحدي كبير يجب أن يحاولوا بناء جسور الثقة وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن العراقي والطبقة السياسية برمتها التي بالحقيقة هدمت في الفترة السابقة وأصبحت في وضع حرج جدا هذه الطبقة السياسية عليها أن تعيد حساباتها وأن تكون بمستوى المسؤولية لكن بنفس الوقت لا يمكن أن نغضى النظر عن قضية الاستحقاقات هي في الحقيقة استحقاقات واستحقاقات مكوناتية لهذا أنا أسألك بطريقة أدق وزارة الخارجية على سبيل المثال هي بالنصيب الكورت لكن صار هناك تقاسم بخصوص رئيس الجمهورية ما الذي سوف يحدث لوزارة الخارجية كمثال؟ بالحقيقة أستاذ عبد الرحمن فخامة الرئيس مسعود البرزاني ليس مهم لدي هذه المناصب هذه مناصب زائلة خصوصا هذه الحكومة ممكن أن تعمر عام ونصف هي أمام انتخابات مبكرة وممكن أكثر أو أقل لكن كما أسلفت المهم هو أن يكون الشخص الذي يتصدى لأي مسؤولية في هذه المرحلة المهمة أن يكون بمستوى هذه المسؤولية ويؤدي واجبه على أتم الوجه كي يكون يعني بهذه الحالة الديمقراطي الكردستاني مستعد للتنازل للياكتي لمنصب رئيس أو وزارة الخارجي المالية الخارجي عفا مستعد الحزب الديمقراطي الكردستاني كما زاهد في منصب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية كان حسب الاستحقاقات الانتخابية ومن حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني والجميع يعلم لماذا داخل المكون الشيعي يقولون المكون الأكبر يعني الكتلة الأكبر الكتلة الأكبر كردستانية كان الحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن زاهد بهذا المنصب ونزولا لرغبة الأخوة الذين تدخلوا في سبيل الفتاح في الانسداد السياسي والخروج من هذا النفق المظلم ضحينا بمنصب رئيس الجمهورية ومستعدون للتضحية بأي منصب من أجل مصالح العليا للشعب العراق والشعب الكرد طيب لابد أن تكون هناك أولويات للكرد للنزول في هذا التفاوض إلى بغداد يعني لتفاوض حول رسم شكل الحكومة المقبلة ما هي أولويات كردستان في هذه اللحظة بالحقيقة أستاذ عبد الرحمن هناك مفاوضات كثيرة جرت مع الأخوة في الإطار التنسيق الذين هم يمثلون الأغلبية والكتلة الأكبر وهم من يسمون رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية والاتفاق على عدة نقاط هي من أوصلت العملية السياسية إلى ما وصلنا إليه ومشاركة الحزب الديموقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بعد أن كانوا في تحالف إنقاذ وطن من ضمن مطالب الأخوة في المكون السن الكريم هو معروف يعني عادة النازحين وخروج القطاعات الغير خارج الجيش العراقي من المناطق المحررة ومسائل أخرى أيضا الكرد لديهم استحقاقات دستورية هناك مشاكل عالقة هذه المشاكل يجب أن تعالج وتحال على أساس الدستور والعدل والانصاف من ضمن مشاكل الطاقة والنفط هذا يجب أن يحل من خلال إصدار أو سن قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي وهذا تم بأنه بعد تشكيل الحكومة خلال مدة ستة شهر أخصاها أن يسن قانون النفط والغاز وأيضا الموازنة هو يرتبط أيضا بالحكومة الاتحادية عندما في كل سنة مالية ندخل جدالا غير يعني ذا جدوى كم هي حصة تقليم كردستان هذا بحاجة إلى إجراء إحصاء أو إحصاء عام كي يحدد كم هي نسبة تقليم كردستان حسب النسبة السكانية وأيضا تطبيع المادة 140 ومن المقرر أن يشكل لواءين عسكريين في المناطق المتنازع عليها وكاركوك خصوصا مشترك من الجيش العراقي وقوات البيشمرقة على أن يكون آمر لأحد الألوية هو من الجيش العراقي ونائبه من البيشمرقة وآمر اللواء الثاني هو من البيشمرقة ونائبه من الجيش العراقي ويكون تعاونا عسكريا وأمنيا في هذه المناطق يعني من أجل وصول إلى المراحل المتقدمة في المادة 140 وهو التطبيع والإحصاء والاستفتاء يعني هذه كلها وأيضا التطبيع في تطبيق اتفاق سنجار وتطبيع لوضاع في سنجار وإدانة كل ما يتعرض له قليم كردستان سواء خارجيا أو داخليا من اعتداء تعتبر هو الاعتداء على السيادة العراقية هذه النقاط الأساسية التي تمت الاتفاق عليها ونأمل أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق هذه الاتفاقات شكرا جزيلا إليك عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني سيد علي الفي الأخبار مستمرة نبقى مشاهدين في ذات السيق توقعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جيني بلاس خارت توقعت بأن يمهد تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني يمهد الطريق لبنمج حكومي يعالج القضايا العاجلة في البلاد وهنا تبلاس خارت السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة مشيرة إلى أنها تتأمل وتتوقع بأن يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة العراق الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلب احتياجات الشعب العراقي مؤكدة أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة هذا ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بانتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق وتكليف محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وحث المتحدث باسم الخارجية نيد برائس في بيان الأول قادة السياسيين الذين سيشكلون الحكومة الجديدة حتى على مراعة إرادة العراقيين الذين صوتوا لحكومة تستجيبوا لاحتياجاتهم داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف السياسية في العراق إلى تجنب العنف وحل الخلافات وديا وسلميا مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع شعب وحكومة العراق للنهوض بالأولويات المشتركة عبر خطب جامع الإمام الأعظم الشيخ الدكتور عبدالستار عبدالجبار عن أمله أن تكون الحكومة المقبلة أفضل من سابقاتها وحذر الشيخ عبدالجبار طبقة سياسية من نفاذ صبر الشعب ولن تظر أن تأتي الكابينة الوزارية بوجوه جديدة ليست تلك الوجوه التي عرفناها ولكن بوجوه تريد أن تصلح ما أفسدته تلك الوجوه أما إذا أتت نفس الوجوه فالعياذ بالله لكن قبل تشكيل الكابينة الجديدة أريد أن أقول كلمة إن الناس قد نفد صبرها وما بقي أمامهم إلا أن يموتوا صبرا أو أن يموتوا في مقارعتكم فانتبهوا أيها القادمون الجدد ما ينتظركم تغيير حقيقي وانتبهوا أيضا إن الوعود ما عادت تكثر وأنه ليس في الوقت متسح لينتظر الناس أكثر مما انتظروا دون أن يروا نتيجة مواطنون في محافظة الأنبار يترقبون تشكيل حكومة تنهي معاناتهم التي استمرت لسنوات عدة بسبب عدم إقرار الموازنة التي توقف عليها ملف التعويضات لبناء الدور المهدمة إضافة لمطالبتهم الحكومة الجديدة بإنهاء معاناة الآلاف من عوائل المغيبين وإعادة النازحين إلى مناطقهم المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير ما إن بدت ملامح الانفراج تظهر على الحكومة العراقية بعد انسداد طال لشهور أدى إلا وباتت آمال المواطنين في المناطق المحررة نصب أعينهم وذلك لتطلعهم بتشكيل حكومة جديدة وإقرار موازنة لإنهاء ملف التعويضات لبناء منازلهم التي دمرت بسبب الحرب ضد داعش الإرهابية نطلب من أخل سوداني أن تكون هذه الحكومة ليست حكومة ثائر أو استئثار نحن تعرفون بمحافظة الأنبار لدينا ملفات عالقة وشائكة كثيرة منها ملف المغيبين، منها ملف التعويضات، منها ملف المهجرين الحقيقة نتمنى أن السيد السوداني أن يعطي أولوياته لمحافظة الأنبار لذلك لدينا بعض العشوائيات من المخيمات النزوح موجودة في داخل العراق وتحديدا أيضا في بزيبز في محافظة الأنبار إضافة إلى النازحين المساكين لخارج العراق، اللي في تركيا واللي بالأردن واللي لا زالوا أيضا في كردستان يعني هذه الملفات يجب أن تحسم مئات من العوائل ما تزال نازحة منهم ما زال يسكن في محافظات أخرى ومنهم نازحون خارج البلاد جميعهم يتطلعون إلى عودتهم إلى ديارهم بعد تشكيل حكومة جديدة فضلا عن الآلاف من عائلات المغيبين الذين ما زالوا بانتظار من ينهي معاناتهم بالكشف عن مصير أبنائهم الذين مضى على فقدانهم أكثر من سبع سنوات بخصوص تشكيل الحكومة هناك تطلعات من المناطق المحررة وبالأخص هذه المناطق التي عانت من تنظيمات داعش الأرهابية وهناك عدة ملفات تأخرت من الحكومة المركزية وهذا ما نطلبه من هؤلاء الذين تصدروا المشهد اليوم المحافظات المتضرر هناك ملف المغيبين الذي عان منه أهل هذه المحافظات ونتمنى أن تكون جدوى وجدية في هذا الموضوع ويحل بشكل سريع وما بين غربة التهجير ولوعة أهالي المختفين قسرا في أماكن مجهولة يبقى الشارع الأنباري بانتظار تشكيل الحكومة بأسرع وقت لإنهاء هذه الملفات التي عجزت الحكومات السابقة عن حلها من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة للمزيد ينضم معنا الباحث في الشأن العراقي الدكتور المعتز النجم مرحبا بحضرتك دكتور معتز برأيك دكتور هل سنشهد حوارا مع التيار الصدري من قبل السوداني إذا كان ذلك نعم ما هي طبيعة هذا الحوار بداية مساء الخير إلك السيد عبد الرحمن ومساء الخير لمشاهدي قناة الفلوجة الكرام نعم يعني لا اليوم السيد الصدر خلص اختار سلاح الصمت وهو يرتقب وينتظر ما تأول إليه الأمور من تشكيلة حكومة فمد الشيعة السوداني للأسف أعتقد المعادلة السياسية اليوم لا تقبل القسمة على اثنين طرف واحد فقط يجب أن يتمتع بهذه الامتيازات الحكومية أما الإطار أو التيار وهذا ما جرت عليها العرف وجرت عليها العادة في ما بعد 2003 إلى اليوم السيد مقتد الصدر باعتبار زعيم التيار الصدري اختار مرحلة الصمت والذهاب إلى المعارضة الشعبية ولكن هذا المعارضة الشعبية في الفترة الأخيرة والأسف أحداث تشعر شرين ثلاثين أب الدامي اللي سحب فتي الأزمة هو السيد مقتد الصدر بخطابه الشهر لمدة ستين دقيقة على متظاهرين أن السحبه كانت أعتقد متغير وكبير في طبيعة النظام السياسي عندما يتفاعل الشعب مع الحكومة وعندما تكون قطيعة تامة بين الشعب والحكومة فبالتالي السيد اليوم والسيد محمد الشياع السوداني إذا ما تم تشكيل الحكومة وفريق محمد الشياع السوداني يوم أمسح نشادنا ذوبان كرة الجليد وانتخاب رئيس الجمهورية السيد عبداللطيف رشيد وكانت هذه العثرة أمام انتخاب السيد محمد الشياع السوداني اليوم كل محمد الشياع السودان فبالتالي ننتظر تشكيل الحكومة السيد الصدر اليوم أعتقد سوف يلزم الصمت وإن كان هناك دهاليز السياسة هناك متغيرات الثابتة لوحيد في السياسة والتغير فبالتالي المعادلة اليوم برأيي مثل ما أسف لا تذكر المعادلة لا تقبل اثنين أما إطار أو تيار طيب بالمحصلة حكومة بدون الصدر هل ستصمد برأيي؟ خدمات تصمد في حالة واحدة تصمد إذا ما استطعت أن تقدم خدمات جليل الشعب وخدمات ملموسة وحلول جدرية وليس ترقيعية هنا سوف تكتسب قوى الإطار أو الحكومة ثقة الجمهور للأسف نحن اليوم نعيش في مرحلة أزمة الثقة فبالتالي هذا أزمة الثقة والشرخ الذي حصل في إطار التيار في المرحلة الأخيرة باعتبار هناك شراح اجتماعية دخلت إلى معسكرة التيار وقادة حراك جماهيري رأيناها جميع المراقبين السياسين ولكن أصبح هناك شرخ في المرحلة الأخيرة فبالتالي سيد الصدر اليوم ينتظر الحكومة إذا فشلت الحكومة أعتقد سوف لأني كلها أي أثر في الوجود أما إذا انتصرت الحكومة أعتقد هي المرحلة اليوم مرحلة وجود والوجود يختبر فيه المراقب هو الشعب باعتبار الشعب اليوم يراقب عن كثب المراقبة الشعبية وبالحديث عن الشعب بالضبط أطلقت العديد من الوعود دكتور من ضمنها الوعود التي أطلقت للمناطق المحررة تعويض المتضررين تعويض المدن المهدمة والبنايات والدور المهدمة وإلى آخره كذلك ملف المخبر السري والوشعب كثير من هذه المطالب هل تتوقع أن السوداني سوف يتمكن من الإيفاء بالوعود هذه كلها؟ لا السيد السوداني اليوم عنده فريق عمل كامل متكامل والفريق العمل يتكون من ثلاث مكونات مكون كردي مكون سني مكون الشيء وهذا أرض الواقع وهذا هي بنية العملية السياسية سواء نتفق بهذا المسميات أو نختلف ولكن اليوم المحافظات المحررة ولا سيما الأنبار ونينة وصلاح الدين وكاركوك وديالة هالي المحافظات يجب أن يكون ممثليها يقحمون موضوع المغيبين وملف التعويضات وعمار المدن المحررة أمام الشعب وتكون أكثر شفافية وهذا يضمن في برنامج السيد شاع السوداني وهناك اتفاق للأسف لم نرى أي ذكر لهذه الوعود من قبل ولا على طاولة التفاوض إذا ما كانت هناك حقيقة فعلى الشعب يجب أن نعلم بهذه الوعود نعلم بهذه الورقة التفاوضية نعلم شارع المحافظات اليوم المحررة والمنكوبة عانت من تهميش وإقصاء في مرحلة سابقة واليوم تعاني ملفات مغيبين نازحين هناك معسكرات للنازحين فبالتالي هذه المعسكرات يجب أن تلقى هذا ويغلق هذا الملف ولكن هنا يجب أن تكون لدينا أداة تفاوضية قوية والأداة التي نرتكز عليها اليوم باعتبار هناك تحالف السيادة عزم وتقدم لا زال يشكلون قوة سياسية أصبحت مؤثرة في طبيعة النظام السياسي جميل جدا اختلفت جذريا عن ما قبل 2014 أثناء التشكيل أثناء مهمة التشكيل ولو نجح السيد السوداني بتشكيل حكومته بهذه السنة أو سنة ونصف حتى قل سنتا هل يستطيع السيد السوداني إنتاج موازنة على غرار الموازنة التي جاء بها التيار الصدري أثناء تحالف الأغلبية تحالف أنقاذ وطن في وقته سهل عبد الرحمن أنا ضد استمرار حكومة محمد الشياع السوداني أكثر من ستة أشهر والأسباب سبب واحد بسيط إذا بدأ محمد الشياع السوداني المكلف بتشكيل فريق عمل متكامل يقضي على أمراض العملية السياسية الفساد أولا السلاح المنفلت والخدمات هذه ثلاثة مرتكزات يستطيع بها التيار الصدري أن يقتحم مجلس النواب ويعمل ما يعمل ما يشاء لأن ثلاثة ملفات خطيرة ممكن هناك أولويات ولكن أعتقد الملف الأهم والممكن نقول سهل أو أسهل الموجود هو موضوع الخدمات وموضوع معالج سنلف التعويضات والمغيبين وعودة النازحين نحن اليوم كمحافظات محررة حديثة لازمنا في طور محافظات مهمشة لا نستطيع عن نقاوم لا نستطيع عن نخرج حتى متظاهرات لأن سوف نتهم بالسبق من أربع أرهاب وكثير هناك دعوات ضد هذا وتهم جاهزة ولكن محمد الشيعة السوداني إذا ما أقدم على أولا تفعيل عملية الخدمات والتعينات هو هذا السؤال أنت تتوقع أنها لن تستمر لستة أشهر باختصار في هذه الستة أشهر هل يستطيع أن يتحرش بملفات فساد حساسة سبقها وأن لم يفعلها ولم يجرؤ على فعلها أحد سابقا بهذه الستة أشهر باختصار الدعم موجود نحتاج إلى إرادة المال موجود لدينا فائض من الموازنات لدينا ارتفاع في أسعار النفض هذا عامل يشجع السيدة السودان ولكن نحتاج إلى إرادة حقيقية جميل جميل ونحتاج إلى شجاعة وإرادة وجرعة في التعاطي مع هذا القضايا إذا لم تكن هناك إرادة وجرعة سوف تكون حكومة كسابقات ولكنها سوف لن يكون أثر لأن هناك متربص قوي هو تشرين والإطار إضافة إلى عفوا تشرين والتار إضافة إلى القوة الشعبية التي سأمت من الوعود والعود من هذا الطبق السياسي التي تحتاجت على دماء العراقين شكرا جزيلا لك الباحث في شأن العراقية الدكتور معتز النجم كنت معنا من أربيل تنتظر آلاف العوائل في ناحية جلولة سنون طوال للحصول على تعويض جراء ما حل بهم من دمار بعد دخول تنظيم داعش وتدمير أكثر من عشرين قرية التفاصيل والمشهد في سياق هذه المراسلة أكثر من عشرين قرية في ناحية جلولة التابعة لقضاء خانقين أزيلت بالكامل وجرفت عام 2014 بعد دخول تنظيم داعش للناحية مئات العوائل هجرت قصرا إلى مناطق أخرى وما زالت هذه العوائل تبحث عن تعويضين إلا أن الإجراءات الحكومية جعلت هذه العوائل تنتظر لثماني سنوات دون أي حلول تتبع الحكومة روتيناً وإجراءات معقدة لصرف التعويض وربما تحتاج لسنوات طويلة حتى تنجاز وإن أنجزت فلسيولة المالية المخصصة لمحافظة ديالا قد لا تكفي لخمسة بالمئة من أعداد ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية وهذا عائق جديد نحو صرف المستحقات ولكثرة وتكرار مناشدات الأهالي بادر أعضاء البرلمان ممثلين المناطق المحررة بسلسلة زيارات للجهات المعنية لمتابعة شؤون هذه العوائل والضغط على الحكومة لصرف مستحقات طال انتظارها مع كثرة معاناة أهالي المناطق المحررة التي شهدت عملات عسكرية هناك اهتمام مواسع لأعضاء المشروع العربي الممثلين لهذه المناطق في مجلس النور لغرض استحصال الموافقات الكاملة لتعويض هذه العوائل وإن شاء الله بلايام القريبة القادمة ستشهد تعويض الكثير من هذه العوائل وقد تكون تحركات ممثلين المناطق المحررة والمتضررة بصيص أمل لألاف العوائل التي تبحث عن حقوق مشروعة من حكومة تتقاعس في واجباتها من محافظة ديالة عمر العبيدي قاناة الفلوجة تعرضت مناطق الأهوار في محافظة ذيقار إلى موجة جفاف كبيرة وصلت إلى 85% نتيجة شح المياه وقلت الإطلاقات المائية ما أدى إلى هجرة أكثر من 3000 من مربي الجاموس وصيادية الأسماك هذه البادية المترامية الأطراف وهذه الأرض التي تفطرت من الجفاف لم يكن هذا حالها قبل أشهر هنا كانت أهوار ذيقار التي تعتبر مملكة القصب والذي لم يبقى منه سوى هذا السيل الصغير الذي يقل عمقه عن متر واحد وهو ما تسبب بإزدياد البطالة وقلت فرص العمل حتى أصاب الفقر العائلات التي تسكن هنا نعاني من سبب شحة المياه بسبب ظروف شحة المياه هاجرت الناس من الريف إلى المدينة بسبب نقصان بالمياه وشح وتصحر بالأهوار لازم الحكومة تسوى حالة الأهوار لازم الناس مكسب عيشتها على الأهوار أكثر ثروات الحيوانية ماتت بسبب الأهوار بسبب شحة المياه بالفيروسات مع الماء نعاني من شحة المياه بسبب المياه التي جفت في الأهوار وهذا الأهوار ستشوف في حاله وعيشتنا على الأهوار مجرد على السمشة على القصبة على الطيرة فهذه الأيام صار جفاف بالهور ويبسط الأهوار كلها وظلنا نعاني بسم بعض الناس شالت هاجرت هاجرت من الأهوار راحت للمدينة فإحنا إذا بقينا هم من هاجر ما نفعله بعد صعوبة الحياة في مناطق الأهوار ومناتج عنها من نفوق أعداد هائلة من الحيوانات والأسماك دفع أكثر من ثلاثة آلاف من سكان الأهوار المحليين إلى الهجرة نحو مراكز المدن بعد جفاف مساحات شاسعة منها بلغت نحو 85% أجرونا منعوا عننا المياه قتلوا ثروتنا السمكية قتلوا ثروتنا الحيوانية التي كنا نعتمد عليها بالدرجة الرئيسية لأننا تعرف سكان الأهوار لا رواتب ولا يعتاشون على جلب نبات الطبيعي وبيعه في الأسواق وقسم منها يعتاشون على مهنة الصيد الآن كل المهن انتهت كما تشكل الهجرة من الأهوار بفعل الجفاف مؤشرا خطيرا على ارتفاع نسبة البطالة وتفاقم مشكلة السكان واقع يدمي القلب فلم يبقى من مناطق الأهوار إلا اسمها ولم يبقى من قاطنيها إلا القليل وسط عجز من الحكومة المركزية يقابله تحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة من أهوار ذي قار سعد الركابي قناة الفلوجة بهذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية حصاد الفلوجة لنهار اليوم ونذكر بأبرز ما جاء فيه نريد حكومة تصلح ما أفسدته سابقتها المنابر تصدح بدعوات الإصلاح وتحذر الشعب نفد صبره الشارع الكردي يرحب بتفتيت صخرة قصر السلام وقادة الإقليم يدعون لحكومة تراعي مصلحة كل العرقي المدن المحررة تستفشر خيراً بالمرحلة المقبلة الوقت حان لإنهاء صفحة النزوح وتعويض المتضررين ترحيب دولي واسع بتكليف السوداني والأمم المتحدة تعلق نأمل بمعالجة عاجلة لقائمة طويلة من الملفات والبطالة والفقر يفتكان بسكان الأهوار والمراصد توثق هجرة ثلاثة ألاف شخصاً من قصب تشبايش مشاهدين للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، أيضاً انستجرام إلى اللقاء في أمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة